أتصور برضو وأتوقع أن العلاقة بين صلاح ويورجان كلوب توطرت منذ كأس الأمم الأفريقية والموقف اللي حصل لما يورجان كلوب طلع في مؤتمر وقال أن صلاح هيرجع لليفربول في وقت كان صلاح مع مسؤولي اتحاد الكورة والجهاز الفني المنتخب مواصف كأس الأمم الأفريقية عاملين سيناريو ظريف أنه يخرج بيه صلاح إلى ليفربول بشكل في احترام للجميع وما يعملش أي بلبلة لما أفكركم بس لما يورجان كلوب طلع وقال أن صلاح راجع فطبعا الدنيا قامت وهاجت وزي كلوب هو اللي بيطلع يقول للأول وزي منتخب مصر ما يقولش وكده صلاح يريب من المنتخب وسبب المنتخب وبعد على المنتخب فحط صلاح في أزمة فده الخطأ الأول اللي أتصور عمل مشكلة بين صلاح وكلوب بشكل أو بأخر يعني طيب رجع صلاح وبدأ يحصل مشكلة لما رجع من الإصابة أنه صلاح ما بيشاركش أساسي كتير أنه صلاح بقى يقعد على الدكة أنه صلاح ما بقاش يكمل المباريات أنه صلاح اللي شايل الفرقة يقول كلوب بقاش يعتمد عليه اعتماد كامل فبالتالي في حاجة حصلت بين صلاح وكلوب مخليها العلاقة سيئة جدا وكلوب واضح في رأيي أنه تعامل بشخصانة شخصانة كبيرة مع صلاح عشان بكل أمانة وسيبك لتحيزنا لمحمد صلاح ليفربولد دلوقتي ما بقاش فيه لعيبة جيدة غير محمد صلاح خاطة دفاع ليفربولد بوجود باندايك في أسوأ أحواله وسط ملعب ليفربولد مع واضش أبدا في بينيو هندرسون وميلنرف وسط الملعب حتى لو سبوسلاي وماكاليستر عاملين شوية شغل كويس بس الناس دي أدوارها هجومية أكتر ما عنداش أدوار دفاعية جيدة خاطة هجوم ليفربولد لا دياز عود منيه ولا نونيز عود في المينيو في مشكلة في تشكيلة ليفربولد حتى في التدائمات والصفقات ويتحملها يورجان كلوب فبقى محمد صلاح هو الورقة الرابحة الأهم في تشكيلة ليفربولد بكل المقاييس فكون كلوب يتعمد يتعمد أنه يستفز صلاح دي حاجة تحسب على يورجان كلوب هتقول لي يعني إيه بيتعمد يستفزه؟ أقول لك المباراة اللي فاتت قدام إيفرتون وأخطاء في التشكيل وأخطاء في التغييدات من يورجان كلوب وبشكل أو بآخر يورجان كلوب بيرفع إيده ويقول أنا مش مسؤول ويحمل المسؤولين لمحمد صلاح إزاي؟ في المؤتمر الصحفي قبل المباراة واستهام طلع قالك حتى التصريح كده يعني قالك صلاح ونونس لو حلوا مشاكلهم الهجومية وعرفوا يسجلوا أنا هبقى أغنى رجل في العالم بيدي هزار يعني بيدي إيفية بس اللقاء بيقول لك جمهور أنا ما عنديش مشكلة الصلاح لي ما بيسجلش يا سلام تمام؟ تمام؟